وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 455 عنصر إجراميا ومصر عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 23 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 285 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات المختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضمياط وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرات وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ألف ومائة وتسعة وعشرين قطع السلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش ومائة وتسعة وعشرون بندقية ومائة وإحدى وعشرون بندقية آلية وثمانية وأربعون مسدساً وثمانماء وتسعة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة ومائة وستون خزينة إضافة لألف وثلاثمائة وثلاث واربعين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشا لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وتسعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسة واربعين حكماً قضائياً من بينهم ألفان وأربعمائة وسبعة حكم جنايا ومائتان وأحد عشر ألف ومائتان وواحد وستون حكم حبسة ومائتان وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وسلسون حكم غرماً وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وثمانية وسلسون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سبع تشكيلات عصابية ضمت إثنين وثلسين متهماً قاموا بارتكاب سبعة عشر حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض خمسة وسبعين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة وضبط مرتكبها بإجمالي مئة وعشر متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف ومائتين وثلاث واربعين قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها أكثر من سبعة وستين ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على ألف وثلاثمائة وسبعين ونصف كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من أربعة وثلاثين ونصف كيلو جرام وضبط ما يزيد على سلاسة ونصف كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى قرابة إثني عشر كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد إثني عشر ألف وتسعمائة وتسعة عشر قرصة مؤثر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي سلاسة عشر مليون جنيه ترجمة نانسي قنقر